دي عوامل فكرة ان انت بترعابي في دولة زي المغرب لا هي دي بقى النقطة كمان بجماهيرها اللي كانت مبارح معدية 30 ألف انت شفت بقى انت لسه يعني لسه هتكلم عن نقطة دي كريم برافو عليك انت مبارح تخيلت او حد كان يتخيل المشهد او حد شاف المشهد عن قرب مبارح ليه الجماهير المغربية انا مش هتكلم عن الجماهير المصرية والأهلوية اللي بتسافر بطبيعة الحال مع الأهل في كل مكان بيسافروا ولكن الجماهير المغربية على مؤازرة الجماهير والشعب المغربي والدعم اللي احنا شفنا ده من خلال سواء الننابر الإعلامية او الصحفية او من خلال الدعم الموجود في الشارع فموضوع لازم نقف عنده شوية بجد ويمكن ده برضو اللي اكد عليه كابتن محمود الخطيب هو شقر الجماهير المغربية اللي كانت موجودة واحتشدت في ملعب طانجة وسندت فريق الاهلي في مواجهة طبعا يعني بطل امريكا الشمالية هنا موقف برضو هنقدر نقول عليه مش بجديد على الاشقاء يعني يستحقوا التقدير تجاه فعلا كل ما بيقدموه من دعم للفريق بتاعنا من ساعة ما وصل من ساعة ما الاهلي يوصل وانا كنت بقول لحضراتكو حتى من قبل ما يوصل والهاشتاج اللي هما اطلقوه دعما للنادي الاهلي وده يعتبر ردا للجميل على موقف مصر من المغرب في فكرة كاس العالم ولو ان احنا مش محتاجين نرد جميل لبعض يعني لا الاهلي مستني ولا مصر بيستنيها رد جميل من المغرب ولا المغرب بيستنيها دعم من الاهلي او من مصر لان احنا واحد كشعوب عربية احنا واحد بنشجع من قلبنا مش عايزين حاجة من حد ففعلا موقف كان جميل جدا والثقة الكبيرة اللي موجودة كمان اللي اتحدث عنها كابتن محمود الخطيف في فكرة استمرار هذه المسندة من الجماهير المغربية فيه كمان المباريات المقبلة تحس مبارح وده صورة نقلها لي احد الاصدقاء يعني اللي هو موجود هناك بيقول لي فعلا احنا كنا قاعدين كل الناس بقى اللي قاعدة بتشجع الاهلي من جنسيات مختلفة بس كم الحضور اللي هو من الجانب المغربي اللي بيفرح وبيشجع الاهلي بشكل كبير كريم انا صورة بصراحة عجبتني ومشهد حبيت ان انا اسمع وانبسط فشكرا لو احنا هنقول شكرا للشعب المغربي الجميل شكرا لكل الناس اللي بتسند النادي الاهلي في اي مكان بيكون موجود شكرا للمصريين اللي سابق اشغالهم عشان يسافروا شكرا للناس اللي استلفت عشان تروح تسافر وتقطع تاكت وتروح وتيجي مع الاهلي فبجد كل دي مشاعر لازم كنا نتكلم عنها نقف عندها حاجة بجد رائعة وارجع اقول لحضراتكم هي متوقعة الى حد جدير لان من قديم الازل ده اللي دايما بنشوفه من المغربة عند اللزوم وده اللي دايما هم بيشوفوه مننا كمصريين عند اللزوم محبة متبادلة وقديمة ومترسخة عفوة في الوجدان المصري والمغربي عادي عادي جدا المحبة دي شيء عادي جدا